السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هاد الفيديو ان شاء الله رح نحلو نموذج فروض الفصل الثاني لسنة اولى ثانوي جميع الشعب نعاود نقول باللي لجميع الشعب هاد الموضوع موحد تمنى ان شاء الله هاد الفيديو مع الحلول والشرح اتفيدكم وتستفادوا هنا قبل من ابداو في الفيديو كيمزاف اللي طلبوا مني اني ندير موضوع حول قصة او رواية او حكاية هنا الموضوع ما عنديش حول قصة او رواية ولكن حتى سنوات الماضية واللي قبلها ما داروش مواضيع حول القصة والرواية دارو غير على الاحصائيات والتقارير وطلب عمل الى غيرها من المواضيع فور انه يتوفر عندي موضوع من هاد النوع اكيد رح نحلو وننشرو اذا نبدأ على بركة الله عفوا بسم الله الأساتذة يحسوا باللي ما راهمش ما يقدرهمش الناس وما يحبوهمش وما يمدوا لهمش حقهم الكافي ولكن عكس ما اظهر الاحصاء انتحهم المراهقين والولاد اللي راهم في الطريق يبنيوا حياتهم المهنية بزاف منهم يتمنوا يكونوا اساتذة the survey found that teaching is a top career choice for teenagers ranking as high as doctor a frequent favorite job and just above lawyer which is another popular choice اذا التلاميذ ظهروا هذا الاحصاء ظهر باللي المراهقين كامل حابين يولوا اساتذة وعندهم التعليم هو الاختيار الاول والافضل وهو مثله مثل الطب التعليم مثله مثل الطب ومن بعد ايجي الطب ثم المهنة الموالية هي المحامات او محامي the survey was based on responses from more than 1000 people who were aged from 13 to 17 هذه الاحصائيات كانت مبنية على جواب 1000 تلميذ او 1000 شخص ما بين 13 و17 سنة the question asked was what kind of work do you think you will do for a career سؤال المطروح هو وشنو هو العمل اللي تحاب تديرو كمهنة مستقبلية the teenagers were asked to give their top three choices سقساهم باش يمدولو ثلاث اجويبة لثلاث خيارات الافضل افضل ثلاث خيارات in addition to the three jobs mentioned above زيادة على ثلاث مهنة المذكورة من قبل the other top ten teenagers choices included sports science architecture business the military engineering and nursing زيادة على هدوك ثلاث خيارات عندهم الطب سبور رياضيات العسكر التمريض وأعمال حرة إلى غيرها من بين وشهم حابين يديرو في المستقبل results have always differed from girls and boys النتائج دائما كانت تختلف ما بين الولاد والبنات for example a military career has never been a top ten choice among girls الخدمة في العسكر جامي كانت من الاختيارات المفضلة لدى البنات but it is often popular with boys ولكنها المفضلة عند الولاد on the other hand nursing is usually a popular choice with girls but has never made the top ten with boys على عكس الولاد البنات عندهم التمريض تخدم ممرضة من أفضل المهن عندها على عكس الولاد adapted from مصدر انتعاد النص لكان إحصاء وتقرير حول المهنة المستقبلية للتلاميذ والتلميذات نشوفوا الآن الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع التمرين الأول رايحين تشوفوا الجمل إلى صحيحة أم خاطئة وتصحوا الخاطئة منها teachers feel that people like them becoming a teacher was as popular as becoming a doctor among the surveyed teenagers each teenager was asked to give a list of ten choices nursing was not popular among boys وراه صحيحة وراه الغلطة وصحوا الخاطئة منها من النص بطبيعة الحال نشوفوا التمرين الموالي answer the following questions according to the text رايحين جوبوا على هذه الأسئلة من النص what did the survey show list the teenagers top three career choices what is the main difference between boys and girls in items of their career choices number three رايحين تشوفوا الكلمات على وش تعود في النص عدنا they in paragraph one they are in paragraph two و it in paragraph three أقرأي وشكاين قبلها تلقاوا الإجابة number four copy the title that you think is the most appropriate عندكم ثلاثة عنوين خيروا ونره العنوان اللي يبانلكم مناسب للنص teachers are underpaid and inappreciated teenagers appreciation of their teachers or teenagers top career choices عدنا التقس exploration رايحين تشرحوا كلمة disliked من النص عدنا replies in paragraph two و profession in paragraph three التمرين الموالي rewrite the sentence be so that it means the same as a I asked them what kind of work do you think you will do for a career I asked them most teenagers are saying we want to become teachers most teenagers are saying in case I pass my baccalaurate exam I'm going to study medicine عدنا if كيفاش نبدلو هاذ الجمل ركزو مليح عدنا التمرين الموالي classify the following words according to the stressed syllable عدنا first stressed syllable second stressed syllable and third stressed syllable عدنا category population girls and basic التمرين الموالي عندكم مجموعة من الجمل اللي رايحين خلطة رايحين ترتبوهم باش تتحصلوا على paragraph صحيحة عدنا A, B, C, D, and E I interviewed 18 university students aged between 18 and 25 years old B experts say that young people's eating habits are worse than ever C, as expected the results of this survey show that most university students do not have healthy eating habits because most of their food consists of pizza and sandwiches about their eating habits and how healthy they think they are therefore I decided to conduct a survey to check whether this was true رتبوهم باش تتحصلوا على فقرة صحيحة ومرتبة حول تقرير وإحصاء للأكل التالبة عدنا topic اللي رايحين نديروا عليه الآن الوضعية الإدماجية هو حول التلوث تلوث الهواء environment experts say that our planet is threatened by the danger of air pollution and that we must do something to save our planet from the consequences of this big threat write an article of about 80 to 120 words to your school magazine in which you explain to your class or to your schoolmates the causes and the consequences of air pollution suggesting some solutions رايح تكتب على أسباب وعواقب التلوث الهوائي وتمد بعض من الحلول إذن هنا توقفوا الفيديو وتحاولوا وحدكم ثم تقرنوا الإجابة نتاحكم بهذه الإجابة إذن التمرين الأول عدنا fours they feel underpaid and inappreciated number two can it true number three fours to give a list of three choices and number four is true الحل الموالي عدنا what did the survey show the survey showed that teaching is a top career choice the top three career choices are a teacher, a doctor and a lawyer the differences between boys and girls in items of their career choices are تبدأ في الفقرة الأخيرة من كلمة military حتى لآخر كلمة في النص وهي boys هذا هو الفرق ما بين البدات والولاد في ألبها ننتقل الآن إلى جواب التمرين الموالية إذن عدنا هنا they تعود على teachers وthey're تعود على teenagers وit تعود على military career عدنا the title هنا اللي خيرنا هو teenagers top career choices ثم كان عدنا هنا disliked عكسها هنا هي unappreciated معنتها disliked ما يحبوهم مش unappreciated ما يقيموهم شو ما يمدو لهم مش حقهم دلت لكم هنا hated فقط باش باش تعرفوا فقط بلي عندهم نفس المعنى replies synonymة تحوى responses وprofession هي career السيرة المهنية التمرين الموالي عودنا كتبنا الجمل بين A باش يولي عندها نفس المعنى B باش يولي عندها نفس المعنى مع A I asked them what will they do for a career number two most teenagers are saying that they wanted to become teachers if I pass my baccalaureate I will study medicine the stressed syllable عدنا girls فيها one syllable and the first basic فيها two syllables and بيز ز ز هو second stressed syllable عدنا category هنا three syllables and population with three syllables هنا إلا قلنا categories رح يولي فيها four syllables وهنا population أيضا فيها four syllables ولكن كين مرات أثناء النطق في السيلابل الثالث الرابع يبان وكين مرات ما يبانش إذن هنا نصنفوها مع the three syllables and the third stressed syllable والتمرين تعري order the sentences أنا هنا مع وج كتبتهم كامل لتلكم فقط الترتيب بعدنا به الأولى E number two A number three D number four and C number five وهكا نتحصل على فقرة حول the survey المأكولات تعطلب الجامعيين حول الآن للوضعية الإدماجية when people when people think of air pollution most of them immediately picture heavy smoke drifting over cities and industrial plants كنقولوا التلوث الهوائي الصورة الأولى اللي جي في نظر الجميع من الناس هي صورة مدينة مغطية بصحابة كبيرة كحلة انت تلوث this pollution comes from the burning of fossil fuels transportation construction and demolition إذن أسباب انتع التلوث هذا هو الغازات المحروقة السيارات والمواد وسائل النقل اللي رأي تحرق في الدنيا المواد البناء اللي يرموها بطريقة عشوائية ويحرقوها ويفرغوها في البحر ولا يخلوها تتبخر في الهواء إلى غيرها this big monster can has a lot of consequences on our planet such as risk of respiratory infections and heart disease and life cancer إذن هنا هذا التلوث عنده بزاف عواقب مثل أمراض التنفس وعفنا وعافكم الله سرطان الرئتين وأمراض القلب إذن هنا رايحين نمدو الحلول نمتع هذا التلوث it can destroy nature by making climate change يقدر يدمر الطبيعة من خلال تغيير الطقس والمناخ poor air quality يو اللي عدنا الهواء اللي يتنفسو فيه ضعيف النوعية معنتها مولوث من اللي راح يخلينا يحكمونا بزاف أمراض and undurkable water والما أيضا رايح يولوث pollution is a big and dangerous disaster هذ التلوث هو كارثة كبيلة let's stop it by moving away from fossil flowers and replacing them with alternative energies like solar wind and geothermal رايحين هنا الحلول مدو بزاف حلول لانتلكم حل واحد باش ما نطولش في الفقرة إذا نتمنى إن شاء الله هاد الموضوع يفيدكم وتستفادوا نتلاقوه في مواضيع قادمة إن شاء الله أترككم في رعاية الله وحفظه شكرا شكرا شكرا